رسالة جوجل ادسنس الجديدة اللي وصلت لمنشئ المحتوى حاليا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بيقولك تم اغلاق الحساب تحديث معلومات حسابك المصرفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب اكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب بنوضح في الفيديو ده بشكل مختصر في رسالة جديدة وصلت لمعظم منشئ المحتوى الناس اللي عندهم حسابات جوجل ادسنس بيقولك تحديث معلومات حسابك المصرفي وبعدين بيكتبلك هنا بيقولك في مشكلة في الاداع التجريبي اللي هو لاثبات ملكية حسابك المصرفي فيما يالي بعض الاسباب الشائعة رقم حسابك المصرفي غير صحيح اسم صاحب الحساب لا يتطابق مع الاسم المسجل في سجلات المصرف الذي تتعامل معه لم يتم قبول عمليات التحويل الالكتروني من قبل المصرف الذي تتعامل معه لاصلاح المشكلة وهنبدأ ان احنا نفتح ادسنس دلوقتي ونشوف لاصلاح المشكلة يرجى ازالة حسابك المصرفي ثم محاولة اضافته مجددا او تحديد حساب اخر يلا بي نفتح حساب جوجل ادسنس هنبدأ ان احنا ندخل كده على جوجل ادسنس من خلال الموبايل او من خلال الابتوبة والكمبيوتر بنعمل تسجيل دخول بحساب جوجل ادسنس ونبدأ ان احنا نكتب كده فيه بحث جوجل جوجل ادسنس ثم نضغط على نتيجة البحث اللي هي كسب الارباح باستخدام ميزة تحقيق الربح نبدأ ان احنا نفتح كده اللي هي النتيجة دهيت بعد كده بيظهر امامنا الصفحة دي كده بنبدأ ان احنا نضغط على تسجيل الدخول بعد كده بنبدأ ان احنا ندخل على الصفحة الرئيسية في حساب جوجل ادسنس بنبدأ ان احنا ننزل لتحت هنا ونضغط على الدفعات ثم معلومات الدفع بيظهر امامنا الصفحة بالشكل ده كده بنبدأ نضغط هنا على حساب الدفعات ونفتح يوتيوب بعد كده عندنا هنا خيارين في اللي هو الحالية اللي هي مصر جليه مصري وسابق اللي هي مصر بالدولار هنبدأ ان احنا نضغط على مصر جليه مصري وهنبدأ ننزل لتحت بيقولك هنا طريقة الحصول على دفعاتك تم اغلاق الحساب طيب المشكلة دي سببها ايه سببها يا جماعة الناس اللي هي مدخلة حساب بنك مصر فالمفترض ان جوجل ادسنس بترسل مبلغ اللي هو اداع تجريبي المفترض ان هو بيصل حسابك البنكي مبلغ اقل من جنيه والمفترض ان انت بتعرف المبلغ ده كان بعد ما يصلك بتبدأ ان انت تدخل وتعمل بتأكيد صحة ملكية حسابك البنكي داخل حساب جوجل ادسنس فطبعا احنا ذكرنا قبل كده ووضحنا واللي ما يعرفش هتلاقي الفيديو موجود على القناة هيظهر في شاشة النهاية ويكون موجود في التعليق الاول تحت الفيديو تعليق المثبت وموجود في وصف الفيديو ده شرحنا وقلنا ان في مبلغ لازم جوجل ادسنس ترسله للحسابات البنكية ففي مشكلة في بنك مصر اللي دخل حسابات بنكية اخرى المبلغ الايداع وصل ليه اقل من جنيه بيبدأ يدخل يشوف المبلغ كام يخش من خلال التطبيق او ان هو يتصل بخدمة العملاء في البنك او يروح يزور البنك لهم ان انت في الاخر تعرف المبلغ اللي وصلك وكل ده مشروع في الفيديو وحاولوا تشاهدوه بتبدأ تدخل هنا وتعمل صحة ملكية لحسابك وتدخل للايه المبلغ اللي هو اقل من جنيه بعدها خلاص تم حل المشكلة ولكن في مشكلة بالنسبة لبنك مصر لذلك احنا نصحنا وقلنا استخدموا بنك اخر غير بنك مصر يمكن مع الايام القادمة يتم حل المشكلة وهم يعرفوا ان في مشكلة فعلا بنك مصر ما اعرفش الله اعلم لكن لكن احنا عملنا يعني دخلنا حساب بنك مثلا اهلي بنك الاهل المصري في حسابات جوجل اتسنس عندنا واتقبل زي الفل وي تاني يوم جه او وصل المبلغ الاداع وتم التأكيد حاليا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بيقولك تم اغلاق الحساب طيب هنبدأ نعمل ايه هنبدأ ان احنا نضغط على ادارة طرق الدفع وهتلاقي قدامك كده اللي هو الحساب القديم اللي هو الحساب اللي هو اصلا كان منضاف قبل كده مثلا لو انت كنت ضايف يعني تمام وفي عندك الحساب اللي انت اضافته موخرا اللي هو مكتوب تحته كده تم اغلاق الحساب حتى كمان المفترق كان فيه اشعار كده بالاحمر موجود اللي هو بيقولك اثبات ملكية حسابك المصرفي خلاص الاشعار حتى كمان ما عد موجود لو انت دخلت قدسنس كده ودورت اللي مش هتلاقي اصلا اللي هو الاشعار الاحمر اللي كان موجود حاليا بيقولك تم اغلاق الحساب زي ما انتو شايفين كده وبيقولك ما قدمكش حل تاني غير ان انت اضافة طريقة الدفع بتبدأ تعمل ايه معلم بتبدأ تعمل ايه بتبدأ ان انت تدخل كده تضغط على حسف الحساب اضغط على حسف خلاص الحساب ده فيه مشكلة كده ان مبلغ الايداع لم يصل اليك بتضغط هنا على حسف الحساب ثم بعد كده بتضغط على اللي هو اضافة طريقة دفع نبدأ ان احنا نضيف حساب مجددا مرة اخرى اضغط كده على اضافة طريقة دفع وهتبدأ ان انت تدخل هنا بقى اسمك على الحساب المصرفي يكون مزبوط زي ما هو موجود في البنك باللغة الانجليزية وكمان رقم الحساب بصغط الايبان الرقم الطويل اللي هو اوله اي جي وكمان رمز اللي هو السوفت اللي هو انت بتدخله هنا تمام وبعد كده بتختار طريقة دفع اساسية او ضبط كطريقة دفع اساسية ثم حفظ ممكن تخليه ليست وسيلة دفع اساسية لغاية ما تتأكد ان مبلغ الايداع وصل لك وبعد كده تدخل تبدأ ان انت تختاره كوسيلة دفع اساسية بعد تأكيد صحة ملكية حسابك البنكي بعد مبلغ الايداع ما يصل للبنك او ان انت تخليه من الاول ضبط كطريقة دفع اساسية وتضغط على حفظ الامر الراجع لك انت مفيش هاي مشكلة المهم ان انت يعني استخدم حساب اخر غير بنك مصر او عايز تنتظر وتشوف الايام اللي جاي ممكن المشكلة تتحل في بنك مصر براحتك حاليا في مشكلة حاليا يعني حساب جوجل اتسنس ده ضفوا الحساب لبنك مصر في اتسنس حاليا دلوقتي ممكن يكون دخل على شهر مثلا وما وصلتش مبلغ الادعاء فالذلك قالك اغلاق الحساب زي ما انتم شايفين كده فبنك الاهلي كويس بناءنا عن تجربتنا احنا جربنا البنك الاهلي وتاني يوم على طول وصل مبلغ الادعاء فبتبدأ ان انت تدخل اللي هو مثلا بنك الاهلي او اي بنك اخر ولكن اي باidi عن بنك مصر في هذه الايام لان في مشكلة تمام او ان انت تنتظر براحتك وتبدأ بعد كده بعد ما تدخل الحساب البنكي بعد كده بيجي لك مبلغ الادعاء بتبدأ تاكد المبلغ اللي هو الادعاء اللي وصلك وبعدها ما فيش اي مشكلة خالص وبالتالي موضوع اللي هو اغلاق الحساب ده بسبب بسبب مبلغ الادعاء اللي هو لم يصل اليك او لم يصل لحسابك البنكي للأسف تحياتي لكم شوف الفيديو اللي احنا اتكلمنا عنه عن موضوع اضافة الحساب البنكي وحل مشكلة اللي هو تغيير الحساب البنكي واضافة حساب بنكي اخر وادخال مبلغ الاداع اللي هو وصل لنا لتأكيد صحة ملكية للحساب البنكي تحياتي لكم اهم الفيديوهات اللي هي تفيدك كمنشق محتوى موجودة في القناة وتقدر ان انت تدخل على وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو هتلاقي اهم الفيديوهات وانصحك ان انت لما تشاهد فيديو تعليمي شاهده للنهاية علشان في الناس بتبدأ تدخل تشاهد اول ثواني وتطلع وتكتب يا مبدع فشاهد يا ابو نواف وارحب مع السلامة ارباح اليوتيوب حساب جوجل ادسنس وصحب الارباح وتوقف اليوتيوب ان هو يرسل بالدولار الامريكي لمنشئ المحتوى في مصر وسيرسل بالجنيه المصر مشكلة اثبات ملكية حسابك المصرفي في جوجل ادسنس تحديثات يوتيوب الجديدة وتحديثات جوجل ادسنس وهي ان منشئ المحتوى في مصر هيستلموا الارباح بالجنيه المصر انا جاي في الفيديو ده يعني بديك نصيحة لو انت حد عندك قناة سوأك الرجل ولا سيت عندك قناة على اليوتيوب بتربح منها قناتك مفعلة لسه هتفعلها وبتحقق الشروط يعني نصيحة لك اشتركوا في القناة